وخلال المؤتمر الصحفي استعرادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي راني المشاط واشيرات الأداء الاقتصادي موضحة أن الحكومة ستستمر في اتخاذ تدابير لاستقرار الأداء الاقتصادي كما أكدت المشاط أن برنامج الإصلاح الهيكلي يستهدف تعزيز صمود الاقتصاد الكلي والتنوع الاقتصادي وتعزيز التحول الأخضر أهم ما ميز هذه السنة حاجتين رئيسيتين نمر واحد التوترات الجيوسياسية واصلها على قناة سويس وبعض الأنشطة وهنبص عليها حالا ونمر اثنين وده كان مهم جدا 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 استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات إن كماشية سواء كانت سياسات مالية أو سياسات نقدية